معاناة مصطفى سلمة والتدي مولود تلهم مبدع الفن السابع القصة تحولت إلى فيلم وثائق بعنوان أرضي تعرفني لمخرجه ربيع الجوهري العرض ما قبل الأول كان اليوم بمصرح الرباط مبارك إبراهيمي وعسام عسل وطني يعرفني عنوان الشريط الوثائقي الذي تم عرضه اليوم بمصرح محمد الخامس الفيلم يعكس بصورة مواقعية مأساة إنسانية بكل المواصفات لمصطفى سلمة والتدي مولود لا لشيء إلا لأنه صدع بكلمة حق تؤكد مغربية الصحراء مما أحبط أطروحة الانفصارين وأكد أن مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية مشروع جريء وذو مصداقية أردت أن أرد على مجموعة من الأفلام التي عرضت القضية الصحراوية بطريقة محرفة والتي زايدت على المغارب هذه قصة إنسانية لكن تحمل 35 سنة من المعاناة فخولت لي أن أناقش كذلك من خلال هذه القصة أمور سياسية وتاريخية وهذا الفيلم اليوم اللي يشوفوا نحن نتبناه ونظره 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 ونحطه وحكمه نديانا وكلهم بكل ما يشتحق بأن مصطفى سلمة السيد بولود ما هو ديانا وغاربة كلها الفيلم تم تصويره في ظروف صعبة وأحيانا بالهاتف النقال في مخيمات الأحمد وتم خلاله متابعة مأساة مصطفى سلمة منذ اختطافه وهو في التاسعة من العمر على غرار أطفال آخرين وبدل أن يكونوا في المدارس تم تلقينهم حمل السلاح ضد وطنهم فعلا قضيتنا لأنه أولا ابن وطني تخطف هو في عمره 16 سنة دار حياته تتمى في ظروف معينة بأفكار مغلوطة المهم واحد النار قرر يدخل لبلاده من اللي يدخل دار تصريحات اللي في نظره مقتنع بها ومآمن بها والفكرة كانت أنه غادرشا عند الأسرة دياله باش يبلغ الإخوان دياله على الرأي دياله إطلاق الحمامي صورة تعبر عن الأمل في التقاء مصطفى سلمة بأسرته المحتجزة في تندوف كما هو شأن باقي الأسر الصحراوية وما أكد عليه كل المتدخلين قبل عرض الشتريط الوثائقي وطني يعرفني كما يقول مخرجه هو تأريخ بالصوت والصورة لقضية المغرب الأولى ورد على الزيف والتزوير الذي نهجه البوليساريو أملا في استجداء العطف